استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة عدن وفدا برلمانيا وإعلاميا مصريا رفيع في إطار الحراك الدبلوماسي الذي تشهده العاصمة عدن ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الوفد البرلماني والإعلامي المصري أمام مستجدات الأوضاع المحلية وفرص إحياء عملية السلام وتعقيداتها في ظل تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف الجبهات وتطرق العليمي إلى الدور القائد للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذي ساهم في تماسك مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشع وصولا إلى قرار مجلس الوزراء السعودية الأخير الذي أقرى تحمل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجواء وفي المقدماء المقيمين اليمنيين بالمملكة كما أشاد بدور الأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب بلادنا في مختلف المراحل والظروف وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عاليا الدور الريادي للإعلام المصري مع التأكيد على أهمية تصويب السرديات المضللة حول القضية اليمنية وخلفياتها ومستجداتها ومعرفة ومتابعة ما يدور في اليمن عن كثب من المصادر الموثوقة